مرحبا بكم في مرحبا بكم في مرحبا جديد من سبور ميكس نجم التابعون وينما كنتوا في تونس الكبرا من خلال الفريقنسة متعنا سانسيس و بوان نوف وتشاهدونا ايضا بالصوت والصورة في اللايف ستريميك تلقاوا الابدات وتسويت على قناتنا في يوتوب سونغان اليوم نحكيو على اخر التطورات في كورة القدم التونسية من طوى حتى لنصف النهر ونص ساعة كام ساعة ونصف كاملة فيهم اخر الاحداث الرياضية في تونس مع ضيوفنا اليوم ساعة جدا مستقبل محتر دبوس مرحبا شكرا سلام شكرا بشميع ضيوفك مستمعين ومتابعين سبور ميكس سلام تعطيني 30 سنة تفضل خوي دودارك حاجة خاصة نحب نهار 18 اكتوبر يعني لي برشا حاجات في حياتي تولدت بنتي روشان دبوس رب نقولها كل عام وهي حياة بخير وربي يحياها لمثاله وان شاء الله يروشها كل عام وانتي بساحة صديقنا مرسي مختار وكريم ان شاء الله تعدى حسا حلوة كل عادة ان شاء الله ايضا كريم العواضي مرحبا مرحبا اسلام مرحبا بالحضور ومستمع مستمعات مسكة ايضا اول مرة بحثينا في البلاتو سي عبدالرزيق ديري عزو رابطة الوطنيين الكورت القدم ونائب رئيس الرابطة هكا والاس يا عبدالرزيق سابقا مرحبا سي عبدالرزيق مرحبا مرحبا بالحضور وكريم مرحبا بالحضور وكريم بالمستمعين تحية الخاصة الزميلي استاذ مختار دبوس مش الحكم معه ان شاء الله بنيتو كل عام هي وخير عايشك عايشك ولحقيقة انا بكري انا نتفرج في استوديو وحلو برشة وان شاء الله نقدمه عجبك الاتارة ايه الاتار عجبني ايطار استوديو وبلتو حكينا شوية حتى في الاوف التيفون قتلي حتى كريم عندك بياه علاقة خاصة زي والدي كريم اما هم يعرفش هم يعرفش على كل انا هو الفضل للربي سبحانه وقال انا عندي فلير فانتني طرجت فيه انا مر في ميغرين حاصر مو اسمعني جوار راهو من الكنترول متاعه تعرف من الباس من الوريونتاسيون من الجرية مرات مجرية تيف ماذا يجي جواره انتي كنت رئيس 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 الهوات وقتك ايه كنت رئيس رئيس الهوات وبصدفة انا و سي شريف انهارت عليها رحمة ربي عد سي شريف بلامين ايه رحمة نعم بعد فانتني ماني الواحد العلاقات انسانية هاي كلها قال يرى اللي ماذا بيها جماعة ميغرين كان ينجم ويعطيوني والليد هذي تفرجوا فيه يونكن قد مده يسحيح الحمد لله الفضل للربي سبحانه انه كريم هاوتسوف عمال كاريير ما شاء الله السلام في مالك سي عبد الرزاق عمده اكتشفته عمده عريقة خاصة عميمية بالمرحوم منصف وضيدي قاد يحكيدي على مغامراته سي المنصف وكيفاش كانوا من بعضهم وانه الحقيقة حاجة الله يرحم ان شاء الله ماذا نبدأ في المواضيع متاعنا اليوم ماذا نبدأ بالتحكيم البارح كان اجتماع بين الوزير الصدق المرالي مع كمال يدي رئيس هيئة التسوية وكذلك معهم كان مراد الدعمي رئيس الإدارة وطنية التحكيم حبنا ناخد اكثر تفاصيل كيف حصل في الاجتماع هذا معنا بالتليفون سيد مراد الدعمي رئيس الإدارة وطنية التحكيم سيموراد مرحبا بيك مرحبا بيك سباح الخير اسلام مرحبا بيك بالحضور معك الوخيان سي عبدالرزاق سي مختار سي يتارق واخونا كريم العوادي الراجل الخلوق مرحبا بيك زفرت له الهاء زفرت له في مختلف النوادي اللي يلعب فيها مرحبا بيك يا رب لك الحمد الحمد لله إن شاء الله جمعة طيبة الجميع نهار جمعة مبارك وتفضل أخي اسلام خذ لي بس ناخذ قطعك يا أخي مرحبا بيك ولو أنا مش يكون هذا آخر تدخل في الإذاعة وتلافذ معك أنت بارك الله وفيك شكرا لك سيموراد به فقط ندخل لك في الموضوع البارح كان الاجتماع مع الوزير وقبله كان الاجتماع مع الحكام أبرز المخرجات من الاجتماع سيموراد يعطيك الصحة مرة أخرى السلام والله البارح بدعوة من سيد وزير الشباب والرياضة السيد صادق مورالي اتنقلنا للمقر الوزارة بمعية لازمة التسوية الجامعة تونسية اللي كانت خدامة متكونة مسي كمالي دير والسيد شادلي شادل رحماني نعم شادل رحماني نعم شادل رحماني طبعا كانت جلسة وقاعدة مفيدة جدا وفيها برشة مخرجات طيبة جمالينا وبناتنا الحكام اللي عبرنا احنا وخاصة انا بمأني حكم ونعتبر روحي من زلت حكم والحكام ابناي واخواتي والبعث فيهم اذا ما نقولش بناسبة كبيرة جدا راقبتهم وحتى مع المرحومة عبسان شمام لما كان رئيس لازمة التحكيم انترحموا عليه بالمناسبة كنت انا لهي بالليجان وعطاني وقتها لازمة التحكيم تعليجان وفيهم حتى حكام اللي يزفروا توا في الرابطة المحترفة لولا كنت قد اكتشفتهم ونعرفهم معرفة جيدة واتنقلت الملاعب كسوسواء في تونس في سوسا في ساخص في بنزارة ونتبع فيهم وكانت الحمد لله النظرة ثاخبة وكتشوف فيهم البعض توا في القائمة الدولية وهذا بشهادتهم أنا مليش نزايدة لا يروحي توفاك وكل حد ولكن اللي نحب نقول ولي طلبنا عليه هنتي ولي نحكيه فيه هي الجلسة كانت مفيدة جدا كان السيد وزير الشباب الرياضة أيضا نلقينا عنده كل السعدات ليعانة الحكام ولي تلبية الطلبات المتاع مياهية طلبات مشروعة ومحقة سيكا مليدير كيف كيف زاد عبر على رغبته وقال أنا كنت بتنجتمع بالحكام ممتاعي وقت اللي هما يعني طلبوا ولكن تثير الصفن بما لا تشتهي الرياح ولا كيفاش يقولوا المفعل هذا كان عنده يعني يزوج مقابلات وكان هكا مركز شوية على المقابلات متاع المنتخب الوطني التونس مع مع جزور القمر وهذا قال لي وقتها مراد نجم واخر ونهيرين الثلاثة عند العودة متاعي من أبي جان دونك نلتقي بولادي الحكام وذي اللي حاولناها مع ابنانا الحكام باش يكونوا متواجدين بعد ثلاثة ولا أربع أيام من اللي روح في كمال يدير دونك هما حبوا يكونوا متواجدين ولكن هذه الصفحة وتوينها كنا متفاهمين هما كانوا متفاهمين قابلوا سيد وزير الشباب الرياضة أعطاه يعني عدة نقاط امتاعهم اللي يزمها تتحقق سرد علينا سيد وزير بقناها يعني مشروعة وبدأنا ان شاء الله في تطبيق على عين الواقع مثلا نعطيك حاجة اللي هي سيكاماري دير البارح بمعية سيشادي رحماني وأنا موجود معاهم في المكتب اتصنى يعني بالشركة اللي تصنع في الأزياء واللي تتعامل مع الجامعة تيونسية لكل قدم سيد نذكر اسمها باش ما نعملوش عملية شهار واتصلت بالمسؤول الأول وكلمت في الفور يعني رواسال اللي جان الجهوية باش يعتوني يطاين تاين تاعك الشورت تيشورت الى اخره للحكام وباش نعملوش مزيجا والحكام يعني باش يكون عندهم مزيجا وروسال للجان الجهوية مشكورين رسلونا وبعثونا في الابان يعني القائمات متاع الحكام متاعهم باللي تاين متاعهم وإن شاء الله الأمر الخير وحنا قاعدين يعني مثلاً مطالبين بالقانون الأساسي متاع الحكام مطالبين يعني بالتمارين والأضواء مطالبين يعني بتحسين ظروف يعني المنح مطالبين أيضا يجب أن ينشيوا للتداوي في السنطر الميديكو سبورتيف وهذا كيف كيف سيد وزير قال أنا متأكد أنا بتكلفت به وكلمت يعني المعنين بالأمر وإن شاء الله فما كان الخير مطالبين بالترفيع في منحة التنقل دونك بتسوية الوضعية المالية متاع 2015-2016 وشرعت في هذائي وكلمت يعني بعض الرابطات لأنه تعرف هذه الوثائق واللي بورديرو اللي موجودين فما رابطات ما فيهم وشوف فما رابطات تيموه لكن تتسوى الوضعية معناها من هنا إن شاء الله لأخر شهر أكتوبر هذي مطالبين جادة أيضا بالبطاقات الدخول المتاع من الحكام يعني اتصلت بروسابيجان الجهوية وإن شاء الله يبعثونا صور للحكام الكل وهذه الموصعين إن شاء الله نخرجونهم البطاقات الدخول هذا هو يعني ملاعب التدريبات تحكيتوا فيهم ملاعب التدريبات ملاعب التدريبات تحكيتوا فيهم طبعا طبعا حكينا فيهم ملاعب التدريبات السيد مدير ديوان والسيد المنسق المديري الجهوين في الولايات يعني بش يتصل بهم وإعطاني الأرقاء متاعهم إن شاء الله نتصل بهم لإيجاد حلول التمارين هذه متعرف التمارين في كل جهة كل واحد وإن يترانا إحنا بش نحاولونا القول ملاعب اللي ربما يكونوا في من والله تبعيل للإدارات الجهوية إن شاء الله الأمور بش تتحالحل يعني شوية برك صبر معناته يعني العديد من النقاط يجب أن ننشيوا نقطة نقطة ولكن نسرعه وفي الإبان إن شاء الله الأمور كل تتسوى حكيته في الفار كيف كيف وقت الشي نجم يكون في تونس الفار حكينا فيه والوزارة يعني متبني الموضوع بماعية الجامعة تونسية ليكون الخدم إذا كان فما إن شاء الله فما انتصالات بالشركات هذه الشركة أسبانية وشركة أنجليزية يبدو لي بش يكون فما يعني فار إن شاء الله ما نعرشنا ما نجمش نعطيك يعني مياة في المياة سحيح باش ما نخوش مسؤوليتي أنا ويقول وهو مراد الدعم يقال ولا نورد أي إنسان كان اتحدثنا في الفار وفما يعني استعداد كبير وكبير برشة من الوزارة ومن الجامعة تونسية ليكون تخدم نقول لك أنا نقول لك تقريبا تقريبا ربما يكون في المرحلة الإياب ربما إذا كان أنت والظروف يزن خاتل فما ديون للشركات اللي كانت تخدم مع الجامعة تونسية اللي كانت قدم دون كان لكم زاد من عرش فيها إشكالية المهم فما النية ساعة قال لي جد فار ليونيو سيد وزير سي كمال يدير بيدو قال أنا قال أنا البطولة متاع يلزمة تتعب البار تصوروني أنا فرحان بيش نلعب بطولة ما غير فار هذي سي كمال يدير كيف كيف سيد وزير قال له كيف كيف نورمال ما أنا يا أخي معناها البطولة يلزمة تتعب البار والنية طيبة وإن شاء الله إن شاء الله كل من موقعي يقاعدين يسعى المقابلات الكلة إذا كان جاء الفاريه المقابلات الكل مش ممكن تكون واحدة بالفاريه واحدة لها معظم نعم ما الجولة الكل بلعب بالفاريه مش يكون فما يعني كيفية استعماله وكيفية توزيع برامج المقابلات يعني ربما يكونوا فما مقابلات حذا كان من جموش الكل من ثلاثة لاربعة لخميس نوع من هذا بغبط بشي توجد حل إن شاء الله بخصوص الفاريه يا إسلام فما أزمة في السيمولاد ثيقة بينك وبين الحكام ماذا يكشف تعمل معه لا أعمرها ولكنت أزمة نشوفوا في تعليقاتهم سواء في التصريحات وإلا حتى في التدوينيات عملك التواصل الاجتماعي نحسوا كأنه فما أزمة ثيقة معناها بينك وبين الحكام لا ما مش نقول لك أنا مفماش تدوينات على التواصل الاجتماعي إسلام نقول إنه نكذب على روحي دا كون دمورة وشنوه الحكامة الحكام ربما كيف اللي يحسوا اللي أنا أنا معناها ما جيتش في صفهم لا بالعكس أنا في صفهم وأنا مع مطالبهم وأنا ندفع عليهم أنا مذبين حكمني أخو ألف دينار من حتى حكيم على المباراة أقسموا بالله ونهار جمعة في دين ولكن أنا وقتلي باش ما بين ذفرين باش نعتيه لقيسر ما لقيسر الحكام هذن والبعض منهم اللي يتصل بيه قال لي والله يا سيموراد إحنا ما نعرفوش ما منشقوش في صدقك معنا ودفع عليهم ولكن هؤلاء وقتلي أنا تصلت بالحكام في الجولة الأولى متع الرابطة ثانية إسلام حبيتهم يمشيوا بيولي أنا ما زلت كي تسلمت يعني المسؤولية متع الإدارة الجوية لتحكيم حبيتهم ما تكونش يوجي يعني هو مداكار قلتهم امشيوا أعملوا يعني المقابلات متاعهم وأعملوا شارع بتحمراء على الذراعة متاعكم ويعني للحديث بقية بعد من نعملوا يعني الجولة متاعنا نتحدثوا وإن شاء الله نجدوا حلول يعني أنا عمري بالعمر بلو كان نجي ضد الحكام مش خاطر أنا رئيسي دارة وقتيني تحكيم أنا نجي متعوين كنا نفي الكؤود ونمشي على روحي راهو ما عنديش مشكلة أنا راهو في المسؤولية والمسؤولية ما تعنيني حد شي أنا كرياري ورايك زفارة مرد الدعمي هذاك هو اللي يحسب لي ما تحسب ليش راهو المسؤولية متاع متاع الإدارة ولا متاع رئيس لازل تحكيم ولا متاع رئيس لازل مراقبين الأخيري هذي كاسه مومنت عن الموت تمشي على روحها والمسؤولية تكليف وما يشتشريف ولكن أنا نحب نأكده من خلال يعني اللي دعم تعكسي إسلام بالنسبة لآن تاني لغو حكام كي نمشي تنجم تسألهم كل مراد الدعمي وقت ليدخل يعمل كوميسار أول كلماش يقول هلكم يقول لكم أنا جرشوي أنسان كامار بيتر جرشوي با كوميسار لأنه ندافع أفون ندافع أمرير على حكام العلم والجمالي الحكام وهذا نحسه ونحس يعني مشاكل وخاصة وخاصة الحكم الشبين اللي يعملوا في الوجيسات ويعملوا يعني فكل السيئة وسعده وقعدين يتكبدون مصاريف التنقل ويعلم الله بحارم ويأخذوا في الفلوس من عند وديهم هذا ينحسه ونعفه ولكن يلزمنا شوية الجامعة التونسية رأوا ما فيهاش فلوس والله أنا نكلم فيك خطر عشد مثلا هاو توا دخلة الفلوس هاو مدام زكية برتاج يتعهدت وإن شاء الله قبل موفى شهر أكتوبر إن شاء الله الأمور لن يتحلها المليئ ومرأة أخرى نقول لك إسلام رأوا عندهم حق وانا من مناثرين رأوا من يضد بناء الحكام وبناء الحكامات ممتاز بي فقط تعينات الجولة الأولى سيموناد رفقتها برشة جلل مثلا احتجاج من السي اس اس أمير العيدي كيف كيف الترجي مش فرحانين به برشة محرز الملكي كيف كيف ما ردك على احتجاج هذا يرافق أول أول تعييات معناها في الأبر الأول هو هذا نحب أن نقول لك حاجة الساعة الإسلام ولوخياني اللي معاك تكبر كلها عندهم خبرة وباع وذراعة في المجال الرياضي وخاصة نكر القدم هي الاحتجاجات يعني هي أفاة آمس واليوم وغدوة ماشي مشتوفة يا أخي سواء نحن نشوف ونسمع وفي التافز وفي الإذاعات أهمى عن ناش حكام في الكوسفريقيا أهمى عن ناش حكام في كاسعان يا أخي ينحب الرجع ثيقة بين نوادي بين الحكام رأو إذا كانت تتفقد ثيقة بين نوادي الحكام رأو حتى الحكام بيدو معاشي نزم يضاف المقابلة يا سيدي مراد الدعم يغلط لك في المرس يشتوى عنده عامين ولا ثلاثة أسابيع ولا أربع أسابيع يا أخي يخلينا ونعطيه مش ياخه فرصة أخرى ويخدم على روحه وأنا والعين الساهرة المخيان اللي موجودين في الإدارة جيهوية الحكام يلدواب يلدواب في النوادي فار للدفار متاعهم ويخدموا خدمة متاعهم محرز المالكي ما شاء الله عليه حكم يعني مشهوده بالكفاءة عنده تاوة أربعة ولا خمسة أيام كان في ليبي يزفر من أكبر مقابلات في تسفيات كاسفريخة الأمم الراجل كان يزفر وعندك حكم يعني عنده خمرة وعنده باع دونك إذا كان أحنا تاوة محرز المالكي مش نبدأوا نهرسوا فيه ولا نبدأوا في النوادي دونك هنا ما عايش تولي في المثيقة أنا يا أخي كلمة معناها وانسطر تحت السر حتى إذا كان تم بعض الحكام أخته في مقابلات سابقة أنا نحب الرجع الثيقة ما بين النوادي والحكام إذا كان رجع تثيقة ما عايش تخاف على التحكيم وما عايش تخاف الحكام الحكام بيديو يعبط يعني ألاج ويعبط في النوادي سبحان الله لو أمين العياد مثلا السرنس غلطوا معها نقول وإحنا غلطوا معها تو مش يغلط معناها في مقابلات غدوة وهو ما بيدهم يحب بيوت وراء الحكام راي فم عيون فم لازنة فم لازنة في الاتحاد الدولي ما يشخوا ما نخوفوش في الحكام راء ولا نخوفو لا الاتحاد الدولي يعيش تغل على روحه والاتحاد الفريقي يشتغل على روحه وإحنا في تونسي في كل دولة رأى مصر الجزائر المغرب الدول العربية لكل الناس والإيجان والإدارات الوحصانية التحكيم يستغروا رأى الحكام هذو بيدهم عند مستقبلهم عن جوه هم يحبوا يدهم وإحنا توا مش نسعاوا إن شاء الله يا ربي أنا وللي بعدين ماذا بينا نسعاوا باش يتواجد حكم في البطوط العالم تونس رأي كانت صباقة رأى بالمرحوم ناجي سعودي وعلي بن ناصر وناجي جويني ويونس السلمي ومرحوم فنحبوا ستنسى كاسا عالم يعني نسائية تونس سأولادة وفقى حكام رأى يا أخي إن شاء الله تحطوا يدينا في دين بعضها أنا ما عندي مشكل ما حتى حتار فأنا عندي شعار ما هو إسلامة عندي شعار البركي تبدأ عدويا تبدأ عدويا وتبدأ كفا البركي تبدأ عدويا وتبدأ كفا البركي تبدأ عدويا وتفكت مني كل شيء إن شاء الله بالتوفيق فقط سيمولاد أمين برك الله فضيتوها شوية حتى سمعت يعمل قضية هو من حقه يحق له ذلك ما عندي حتى مشكلة أنا مع أمين برك الله أمين برك الله هو في نيولي أحكم قابلنا في بلاتو حكينا في موضوع عن مواضع ما كان له رأي وكان لي رأي هو تكلم كلام وأنا تكلمت كلام يحب يقدم قضية له ذلك والقضاء فيصل بيننا أمين نجم أقولك سيمولاد بربي بشن مختار دبوس كلمة بركة مبروك سي عقب لكل شيء تسمية هنا حاجة بركة نحب نقش فيها إسلام رغم لي متفقين معناها أنا أقرب أحد لي لازم لي نحكي اسمعني أنا متفق مع إسلام اللي كونه لا 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 أمش كلمة كلمة الثيقة أنا إسلام أحكيها على الثيقة الثيقة رأي تكتسب الحكم رأي يتأخذ فلوسه مهما كان اسم المسؤول رأي يكسب الثيقة متاع المسؤول معنا هنا هللي يكتبوا هللي يعملوا كذا لكن أنا اللي لحقيقة متاع ربي يون ترقيمي اللي الوضعية متاع السيد موراد الدعمي مسخفتني باعتبار أنه رأي مازالت ما بديتش بطولة والسيد عنده جمع ولا عشر أيام رأي من ضغط الضغط ما زلنا ما حكي ناش لعلى بيلانتي ولا على كفران ولا على كرة ماس في اليد فهمتش نوى سيموراد أنا نصيحة من عندي أنا نصيحة رأي ينا نكلم فيك يمكن أقرب واحد من اللي زربيت اللي خارجوا في الفترة هذية وفلوس عندي موجودين في الجامعة لطوا مخلصش معنا يمكن أن أنت اللي شلي معها تعم فيها فما فلوس عندي أنا زيدا مخلصش فيها نصيحة سيموراد الحكام رأي أنا شبهتهم قلت رأي الحكام في الوضعية هذي ذوروا كل يتام يتام بيتم معنا الكلمة والله يسامح اللي يخليهم في الوضعية هذية ما سابقها بالمسؤولين أنا الحاجة الوحيدة خلأ نكملك بركة الحاجة الوحيدة ولي أنا منيش لحقيقة ما عنديش برشا تفائل فيها على خطر إذا كان سيموراد نكدلك مفهمش فلوس أنا نصيحة من خول خو انسحب عليش نقول لك انسحب عليش خطر أنا رأي مش دينام فيهش فلوس الجامعة ما فيهش فلوس والوزارة ما فيهش فلوس كيفاش الحلقات هذه بشتوس لانتي الحل ربي يكون في عونك ربي عاونك مالنجم نقوله كان طوى في المش اسماني أنا نعرف نقول لك حاجة الجروب اللي موجودة هذه كانت صفي اللي انتي اخترتها تصفي بعثها وتكون صافية على خطر الديناه اللي تعديت لحقيقة كانت برشا ضغوطات وكان فيما برشا حاجات أما الحاجة الباية فيهم الكون ما يخرجوش على بره رغم استقال توسري سعد الله واستقال توسف اسرايلي أما مايخرش للعلام ونصيحة أخرى بلوكي اسلام في التليفون وبلوكي الصحافيين الكل ورب يكون في هنا رو ما عندكش وقت لهم لازمك تسكن في تونس لازمك تسكن في تونس وتغادر بمبلا وتسكن في تونس يا مختص كلامك صحيح الحكام يزمهم يكونوا خالصين وكذا وكذا فلوس كذا ولكن فما حلول بها وفما يعني ربما أفكار وتفكير اللي جامع وأنا بيدي في منيو الله إن شاء الله مش نحاول ونلقاه في منيو الله اسبانصور للحكام ومش نحاول يعني نوجد أمور مالية اللي ربما على خل تخلي في منيو الله أريحية للحكام وعاود نصدر استرتاعتها خاصة للحكام الشبان الصغار اللي هوم يعني المستقبل ولي نجاوبك عليه ونختم يا مختار وإسلام ذاكرا ومو حكم ما ذاك علاش عندي معه ويحنين وقت يطلبني نجيل شكرا لك أعطيك صحة شكرا لك سيموراد وبالتوفيق لك إن شاء الله في المهمة الصعيبة اللي قادم عليها في الامات الجاية سيعد رزيخ خليكم عندك أنت تعليق على الكلام اللي كنت أسمع ونسمع فيه الكل والأزمة هذة اللي صارت من قطاع التحكيم والإدارة خل المستحقات المالية تحية سيموراد شوف المبدأ بالنسبة لي أنا هو أهل مكة أدرى بشعابها لكن في هيكل رياضية سفعامة دولية أو وطنية راهو فما هيكل واحد هو اللي نظم المسائل هذه الكرة باقي كل هاليجين تحكيم وزم التحكيم راهو فما اللجنة تابعة الجامعة تونسية للكرة القدم سيموراد وقت يقول لي أنا راني باش نعمل سبونسورينج ولا وجر سبونسورينج يشكون باش يصح في الكنتراء متاع سبونسورينج سيموراد مش نستنى في جواب راهو فواحد برك ما هو معانا هو سيموراد فقط تعليق من عندك أنت المسألة بسيطة ما تراه كان رئيس الجامعة تونسية للكرة القدم المنتخب ينجل مسح دي كونتراء وهذا كاللاش الفيفا واخلي كونتها اللجنة هذي أو وافقت على هاته اللجنة وأنا أي ما أقول معتها الكمبيتونس متاعهم اتي ليميتي تخيبات وتسيير لمدة بسيطة إذن جي تقول لي أنا باش نعمل سبونسورينج وتمشي تجيب لي أنا مثلا اكس متاع سبونسور وشكون باشي صح تاخدوا انت الفلوس رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم وتتصرف فيها انت هي دولة في دولة بالمعقول معتها وم بلوس رأه الفيفا الحكام متاع الدول أو الأقطار أو الجامعات رأهم خافعين القوانين في الفيفا ونوفيباب بزوان باش سعمل استاتيو انت في تونس واش نعمل قانون أساسي واشنو نقابة هي ماش نقابة ترجع حكام تونس يرجعوا القوانين الحكام متاع الفيفا ويطبقوا عليهم ذلك تحت إشراف الجامعة الوطنية تونس ولا جزير ولا أسفاقس ولا غير ما شفنا عبد الرزيق بالله فقط كانت تشبه الميكرو اللي كانت شوي ما شفنا في البريود اللي فاتت متعوادي الجري وقت اللي كان لدين الكل على التحكيم شفنا رئيس الجامعة يتدخل ورئيس الجامعة يتدخل وفلان يتدخل وبكل تحكم في قطاع التحكيم إن شاء الله نجاوز ونحن هذه المرحلة من خلال إعطاء استقلالية وظيفية للحكام ما معنا استقلالية وظيفية معنا يختاروا اللجنة متاع التحكيم دينا متاحهم يعينوا الحكام متاحهم لكن الرقابة راجعة الجامعة تونسية الكرد قدم وقالي أنا رئيس جامعة تونسية الكرد قدم ونرى الدينا قاعدة الديراب ولا عندها الحكام كديراب رأي أنا يزنين الدخل لأني أنا رئيس الناس لكل مش اللجنة الفدرالية للتحكيم كما تمت لمنذ ثمانية أشهر معانتها رئيس جامعة فعلي ورئيس جامعة غير فعلي واللي يتحكم في التحكيم أنا عندي ورقة شنو عندك ورقة سك براءة بش تدخل بيها الجنة سك براءة مثلا ثم من خلال الورقة اللي حكينا عليها توا أربعة شهور إلى خمسة شهور التالي وكانت متخبية الأمضاء بأمضاء سيد نايب رئيس الجامعة تنسية الكرد قدم السابق لإعطاء صلوحيات وعدم محاسبة رئيس اللجنة التحكيم ما تحويش ما تجيش إخلاص رأي السلام ما تجيش لهيكلية لوظيفين إذن أنا من خلال المصافحة الأولى هذه معاسي مراد نعتبر أن نحن يجب أن ندفع وراء استقرار الهيكل هذا ظروفنا راه أهل الكرة وأهل الرياضة بصفة عامة ظروفنا الحالية لمدة حتى الجنفي إن شاء الله حتى الـ 25 جنفي تاريخ الجلسة العامة الجامعة تونسية الكرد القدم الانتخابية سيفة رسمية حدته بأي أنا نقول أوفيس ما نقولش ما شفناش حتى بيين أنا عندي عندي الخبر أنه نهار 25 عشرين الففا هي اللي حدت من خلال تواصلها مع بعض الأطراف هار 25 عشرين إن شاء الله بي نرجع لك الموضوع ذاه كريم الأزمة نجم نقول أنتهيت نجم نشوف بطولة اليوم تدرب صفة عادية وإلا لير شوف الاحتجاجات اللي بدأت من الأسبوع الأول الظهار لي مش خليلا نشوف الحاجة هذي سلام نحن حكينا حتى عمراء اللي فات فما حاجة يمكن وقالا مختار وقالا سامرات في كلام الأخر اللي هي الثقة اللي روما غير ثقة من نجم نتطول نحن أنتي قلت بكري تحب ولا تكري كي تعين ربيتر وطوماتيك مو بشتوال احتجاجات اكس لا وقريق لا اللي هذي روما عندها ما مين تواصلنا وانا ساعة تعمل رينيون لزون ترونير يقدر بواسا يحكي على الاربيتر وذي موجود معنى ريت الثقة هذه مش موجودة وطوماتيك مو وراء سي مختار يعرف اللي راك بشتاهبت خايف وممتول بشتاهبت خايف راو بشغلت كي سواء على حسنية ولا نيت ولا فهمت مياز من الثقة وطوماتيك مو تتكسب كي ما قلت ثقة للاربيتر ونصف فيه ونية شوي طارق هنا بالنسبة للتحكيم واللي راو فيه تقول اليوم مسلم في التحكيم هو الصورة اللي قال أتوها سي مراد الدعم هي الانقسامات هذية بين الحكام الموافق للكلام اللي قال سي مراد الدعم والحكام اللي مو موافقين زيدا كيف كيف كلام مختار يذول اللي هو صحيح يجب أهم حاجة أنه يكونوا خالصين هذا الطلب الرئيسي الحكام اليوم يطالبوا باش ميكونوا شوما يكبش في داء الكرة التونسية بطبيعة أي حاجة نمسح في التحكيم وزيد الجمعيات اليوم زادوا الثين بلا زيد قلة الثقة في التحكيم التونسي والتغييرات هذوم وصاعات فما هياك لتمشي معاهم في التغييرات هذوم ويبدلوهم وبرشة حكام رينيوم في التيران وقت اللي ترفض من جمعيات أعطاها حق الناس ساعات فما الضغط لو يعملوه الجمعيات نحن نعرفوه في التيران سلبي بالعين باش يكسب الحكم هذيك ويكون على أقل نقول نحن في التيران ويعطي حق الجمعيات هذوم بصراحة وضعية التحكيم نتصور ليخذوه القليل من الكثير من طلباتهم إن شاء الله يلقاه ويسرتوه لخط الحكم من فاكتور مهم ياسر في اللعبة في لعبة كرة القدم نعطيه حقه ونعطيه حق الناس باش على الأقل غدوية كي يزفر عادل ونلقاه على الأقل التحكيم يسير يسرتوه التطور تالحكم كيف الكرة قاعدين ونوخروا الحكم التونس يزيد كيف كيف قبل كان يزفر ونلقاه حكام دوليين برشة وينسا وعطينا المثل قبل حتى الدول العربية وفي الأفريق اليوم الحكم التونس قاعد يتراجع الحكام الدوليين كيف كيف قاعدين يتراجعوا ونلقاه ونلقاه ونحن لا نستحفظ عليهم كليمة حكيت على الاحتجاجات الموجودة أنا ريت التعيينيات وفرد تحكي على الاحتجاجات سنبدأ بالاحتجاج لول السياسيس كان هبط بيان على الحكم محرز للمقابلة بين كلوب السياسيس ومقابلة القمة أهم النقاط يقول لك تضارب مصالح مفضوح لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول تعيين حكم مرابية تونس القيادة المقابلة فيها فريق من نفس الرابط للنقطة الثنين يقول لك سيوبق المؤسف للحكم هذا في مستويه الكاث اللي كان في نهاية كاس تونس اللي كان في جربة بين كلوب والسياسيس يقول أسركم على تعيين الحكم رغم اعتراضنا السابق ورغم ما قدمناه من شكاوي يعتبر استهانة واضحة بمصلحة نادينا النادي الافريقي كيف كيف يبدو لنا كأنه الفريق الآخر يحتاج حتى نجم يحتاج شفنا جمعية التحالف من أجل يقول ترجي دولة وإلى حاجة هاك ما نعرف شبه صحيحة ولا لكن هم مهبطينها يقول تندل الجمعية التحالف تعين الحكم بلا قوي شوية في حتى سيئ الذكر معناها محرز الملكي القيادة مقابلة بسبب انتماء المفضوح وتاريخ الأسود في قيادة مقابلات النادي الافريقي لنك تولي شوية البيانة لكن هذا تقريبا هم فيه الزوز معناها اللي بدأ بالإحتجاج على الحكم أوسيد يرد مني البيانات الزوز محرز الملكي نهارة جمعة سودان غانا معنا قبلته سودان وغانا ومبرات طيبة ممتازة ممتازة ورغم كريم بالظروف اللي مازال مبراش منها كمحرز أول ماتش أول ماتش رو محرز قاعد يزفر وانا صاحب ويقريب لي أخويا محرز يزفر أحزين محرز واختري تشوف اللي اللعبات كل كانت تحب وتتفرج في السفليم بتاع الفند ماتش محرز كان كان يعمل ماتش يعمل جيس معينة في وجهه محرز مازال حزين ياولادي فيقو شوية أنا أنا أبش قل لك حاج هاني مع 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 السي لماذا تعمل في ضغط المحرز سيدي محرز ما عندوه سيدي المصيبة لماذا تعمل في ضغط انت كان محرز مع السياس زادان ملاينا في صفيق نجم تعيير لأمين العيادي ولا نزال طائف يشد سياس طائب المهري ليس كلام معقول زادا أخويا أي كلام يخرج من الحكاية مش موجود كان محرز اللي مش من هكا أنا ضد نحمي الاربيت المتاعي أخويا مع محرز ستة موجود موجود منصوص أشكون فما السادق السانمي موجودين لعبات زادا سياس تقول أخويا علي شتعملي بالنسبة لل التحالف ضد النادي الأفريقي بش جيش بدو بلانتي المستير وغير وغير محرز زفر النادي الأفريقي كما ما زفر بلانتي تزفر بلانتي في الدربي وضعت ومحرز أنا من موقع هذا محرز من 2010 ما التحالف بد 2010 من 2005 محرز من اللي تخل لي نجم مسؤول في تونس نجم يشير محرز الملكي محرز الملكي اللي فيهم كفيه الراجل يحب يخرج ويرجع يزفر ويعيش حياته العادية أنا بالنسبة لأنا جبدو وتزيد تعدى على الأربيتر على الأقل إنسانيا هذه التيتر يضعوا حتى بورتبونير هو على الأقل يجيك ماكشيته وتربح في راتس أنا بنسبة لأنا هذوم الكل ونرجع ونقول التعيينات هذية اللي صارت باب اتحكي عقيد التعيينات لا لا تراجي 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 هيا لكن الجماهير تراجي من أمير العياد اللي كيف كيف حقها باش تحتاج هذي أربيتر تخلي هو أسمعني شفت الاحتجاجات هذي من المستحس الأربيتر وتصور أنت يا ميل عياد يتوها اسماب الاحتجاج هذي يبعز السبع ومشي صالح التراجي عملت عليه ضغط المشكل هذة إشني الحل يزمو الحل الجامعة موفم ماهش خرج بيانات تعيينات هذيك تابت على العباد الكل ونحن رانا نحترم التعينات هذيك والتي تخرج بيان أخويا تحب تخطيها تحب منعش كان حتى سي عبد الرزيخ يقول أخويا تخرج قانون الجامعة طوى قبل 25 جنوبي من فم الجلسة لتنقيح القوانين هالبيانات هذي التحالف يخرج و سياسي تخرج وكذا ولا ربيت القاعد يروح ومسكين في داره بش يمش يتران ويرجع ولا بيت قطع فيه وتريش مجيش سمختار هي الحقيقة أنا فهم النقطة مهمة جدا عليش الضغط على الحكم طالما أنت تعرف كاللجنة فدرالية للتحكيم ظروف الحكم وظروف الجمعيات اللي بش يحكم لها الحكم هذي أنت عليش تعمل وهو ربما ما هوش في حالة نفسية وذهنية باش ينجم يحكم مقابلة اللي فيها إشكال أنا كنت أنا نتصور أنالجنة الفدرالية للتحكيم في بدايتها نتغاضى عن ذلك لكن أنا أهم حاجة راه قلت الفدرسيون كما ما أهم الفدرسيون العلام العلام سيف قاطع إذاعة تلفزها وقت أنت تشد وضعية معينة على كوفران على مشكوك فيها ولتخلي لتبقي في الحكم وتقطع طروف وتحمل مسؤولية لجنة الفدرالية للتحكيم وربما يذهب إلى أنه شخص تدخل كذلك إذن رد أهمية الإعلام أنا الحقيقة بالمنبر هذا وهي دعوة أخونا إسلام وداعة مسك هو أنها تحاول الدفع إلى الأمام في إيجاد الوضعية التي نعيش فيها لمدة ثلاثة شهور إلى أربعة شهور معنى ترانا ومزلنا باش نعيشوا حتى بعد ما فلمتكش عبدالرزيق معنى كي يصيروا أخطاء نضغذاء وعليهم نتعداء ولا لا نكونوا إيجابيين نقولوا وراء وثم الخطأ ويمكن تجاوزوا ونعطوا التفسير الموضوعي والتفسير العالمي من غير من حمل مسؤولية للحكم ومدون كذلك التغاذي على حقوق الجمعيات لأن السياسيس تقول لك أنا عندي حقوق الدفع اللي عليها والحكم هذا عندي ونتي صدام معي ماذا بي أنا أنه الإعلام إذاعتكم والإذاعة الوطنية والتلفزيات الوطنية الكلة تكون بوزيتيف تقدم الحلول للتجاوز وكذلك تتغاذى على بعض الهنات اللي في الفريود هذي اللي حنا عايش السياسيس تحسب تهبط بيان فريقة حجم السياسيس كما هكا حنا نتجاه لو نتعدين ولا حكيوش عليها لا أبدا أنا قلت أنا كنت أعطيت حق قلت السياسيس عند حق ربما لأنها بولي نقول لك حاجة سياسيس هو مثلا نايم حصني عمل دي كلاسيكو في الطيب المهيري تقول لك في بلادي حتى لو كان هو من تونس فهمتني تي بلادي كمي مش سامحني في الكلمة مش بشي غور علي فهمتني لكن الحقيقة تعيين هذي ريتو في تونس ومع حكم تونسي السياسيس عندها أنا نقول عندها بين مراتب أما بحول الله بحول الله نهار الثانية بش كون موجودة هنا وبش نكذب جميع الأحديث اللي صار في محرز الميركي وبش كون أكثر واحدة راضية على الرزولتات السياسيس نتصور سلام المخاذ اللي صار في التحكيم صفة عامة والحكام واللي صار هذي الكل نتصوره هما للتغيير الساعة حتى كان فما كان تمشي غالط في منظومة غالطة اليوم الحكام بيدو طالب التغيير في برشة حاجات أنا ضد حاجة برك اللي هي اللغة ذي بتاع التحالف اللي عرفتك في العراق الفرق الضال ذوما التحالف وما نعرفش شنوه ضد بلانتي في 2010 خليه جي من جيهة رسمية خليه جي من السياسيس مثالش أنا طالب التغيير في حكام هو من رابط تونس هذي اللوجيك أما تعمل تحالف أنت ما نعرفش شنوه بش أنت ترفض حكم عينته الجيمة هذا التدخل السياسي في الكورة وتدخل في حاجات لا تعنيك أنت يمجي صلع في حاجات أخرى طور في حاجات أخرى كم تحالف واللي كان ذي مسؤول ما نعرف تحكي عليه أنت بحسن ترابلسي شخصية عامة في تونس كان أنت تعمل هذا بقيادتك أنت ما لشنا ونحكيه أحنا على الفيسبوك ونحكيه على شعب الرياضية ذي هو يواجه في الرأي العام هو غير أنا حاسيت كأنه رد على السياسي السياسي عمل بيان باش ترابيت لما يدخل شلمات إنه عنده بيان في خلفية ومعند السياسي سأحطينا نعمل ضغط من هنا باش نعمل شوية لكن الرد متاع النادي الفريقي كان قاسي شوية سيئ النادي الفريقي جمعون التحالف التحالف ولا النادي الفريقي تخل انديركتو مو لا لا نتصور البيانة ذايا ما في بالهيش الهيئة اللي مش عابت أنا ما نتصور ما تصور شوية أخرى أنا بالنسبة لي قصدي معاك ما نتصور في بالهي مش معنا فينا الجربة فينا الجربة سيدي كان حب يحطوا في البيانة واستشعروني جماعة التحالف راني خلتنو كان محرز الملتي كانت عندو سؤنية ضد السياسيس فما ضرب الججال صابر خريفة من جيت لبريمير أسيسنون كان عندو سؤنية وزفرها وقعدنا ثلاثة شهر نحكيو عليها اشتر يقول اي وشتر يقول لي وبرها كان نتلو باز كو أنا بالنسبة لأنا شفت وضاية الحكم قديش هاكو رجعنا يسيدي نسبو فيه هو مخلص سحر الكورتنا عندها سحر عادي تخرج لك حمامة من حكاية طول الاربيتر مشاش تمام مع وزير مخلص ورجو العبيد يسبو فيه مراد الدع بديم الزفريات حكرا مش نبدو بطارق مديم ثقة مش موجودة بيناتهم والله منبقو حياتنا كاملها نمشي وفاصل قصير موسيقى ترتيحة بعد رجعين كاملين بقيت أمام موضوع حصرنا اليوم